عاني الدكتور ولي سرحان وابني بصف الأول وانتم بصف الأول نعلمكم حفظ نشودة الصلاة صعبة والله صعبة بس نسويها سهلة إن شاء الله أول شي نريد نفهمكم شنو معناها على ما تنسونها هيا إلى صلاتنا يعني يلا الروح لنصلي هيا إلى صلاتنا قولها ورايا هيا إلى صلاتنا عفية عفية أنتم الوردة فوقتها قد حانا فوقتها قد حان يعني شنو هسا الوقت قد حان يعني هسا لازم نصلي نعيد النوب هيا إلى صلاتنا فوقتها قد حانا هسا أشرح لكم هسا أنتم عيدوا ليها أنتم أقروها وحدكم هيا إلى صلاتنا فوقتها قد حانا بها نؤدي واجبا بها نؤدي واجبا لربنا مولانا لربنا مولانا عفية أمين وانتم هم عفية عيدوها بها نؤدي واجبا لربنا مولانا زيان يعني إحنا نؤدي واجبا لازم نسوي هذا واجب لازم نسويها إلما لربنا مولانا المولانا هو الله ربنا مولانا بها نؤدي واجبا لربنا مولانا فالله يجزي عبده يعني شنو الله يعطي أجر يجزي يعني إجازي فالله يجزي عبده جناته إحسانا يعني فالله يجزي عبده جناته إحسانا يعني الله يطيق جنات الله يحسن بنا يعني الله لطيف يحبنا فالله يجزي عبده جناته إحسانا إن الصلاة إخوتي تزيدنا إيمانا إن الصلاة إخوتي تزيدنا إيمانا يعني إن الصلاة يا أخواني الصلاة زيدنا إيمان يصير عندنا إيمان بأله إن الصلاة أخوتي تزيدنا إيمانا وبالوضوء طهرنا يعني من نتوضع نصير طاهرين نظيفين ننظف الأبدانا يعني النظف الأبدان يعني الجسم مالتنا ننظف وبالوضوء طهرنا ننظف الأبدانا يلا أمين وبالوضوء طهرنا ننظف الأبدانا أنا راح أقراها وأنتم تقرونها ورايا أمين أنت لات تحكي هس الصلاة بقلبكم أنت قولوها ورايا يجعني حكوها هيا إلى صلاتنا فوقتها قد حانا هيا إلى صلاتنا فوقتها قد حانا بها نؤدي واجبا لربنا مولانا فالله يجزي عبده جناته إحسانا إن الصلاة أخوتي تزيدنا إيمانا وبالوضوء طهرنا ننظف الأبدانا جزيلا خلي قرالكم يا ها أمين تعال أمين يلا قول ورايا هسا وانتم هم قولوا ورايا هيا إلى صلاتنا هيا علي صلاتنا فوقتها قد حانا بها نؤدي واجبا لربنا مولانا فالله يجزي عبده جناته إحسانا إن الصلاة أخوتي تزيدنا إيمانا وبالوضوء طهرنا ننظف الأبدانا بارك الله بك والله يعينكم على حوض هذه الإنشودة كلكم وحبا